السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا كتريتنا الغالين يلا بينا مع بعض كده نشوف شوية مصطلحات هتقبلها وانت بتدرس مادة الاناتومي مش في الميديول ده بس ولكن طول درستك ليه مادة الاناتومي في السنوات الاكاديمية المصطلحات دي انا بس عايزك تفهمها تبقى فاهم الفكرة بتاعتها التعريفات احفاظها ما فيهاش اي مشكلة ولكن انت بس تبقى فاهم كل كلمة بتدل على ايه هو ده المهم بالنسبة لي هنبدأ طبعا مع اول حاجة عندنا الا وهي التندل كلمة التندل ما المقصود بيها بكل بساطة بص معايا في الصورة الجميلة اللي انا جايبها لك دي احنا ده كثرة عندنا في جسمنا عضلات زي مثلا العضلة اللي موجودة في الارم او في الدراع عندنا العضلة دي بنسميها عضلة البايسبس حتى الولاد لما بيروحوا الجيم يقولك ده عضلة الباي وعضلة التراي اهي شايفين العضلة دي دي من اشهر العضلات اللي موجودة في الجسم زي ما انت شايف قدامك كده العضلة دي فيها الجزء اللي باللون الاحمر ده وفيه جزء باللون الابيض ده شايفين يا ده كثرة الجزء اللي باللون الابيض سواء في منه موجود فوقه وفي منه موجود تحته الجزء اللي باللون الابيض ده ده كثرة دون الجزء من العضلة اللي بيربط العضلة اللي باللون الاحمر دي مع العضل لان طبعا العضلات تحديدا الهايكلية العضلات الهايكلية او الاسكليتة المصل شوف اسمها عضلات هيكلية لان هي عضلات تبقى موجودة على الهايكل العظم بتاعنا وترتبط به علشان تقدر طبعا ايه تنقبط وتقدي وظيفتها بصورة سليمة. فالعضلة باللون الاحمر اهي وطالع منها الايه? الحاجات اللي باللون الابيض دي. اللي بتربط العضلة دي مع العضل. اه البتاع اللي باللون الابيض دي هي دي التندون. هي دي التندون. يبقى ما هو التندون? التندون ده عبارة عن حتة كده بتبقى طالع هي مسكة العضلة مع العظلة. طيب وظيفة التندون ده ايه? لا ده مهم جدا عشان عملية الانقباض بتاعتي العضلة هي العضلة اللي هي عضلة دي مسلا. شايفين اهي دي عضلة البيسبس. لما بتنقبض وبتشد الدراع. وبتشد لايه? الدراع زي ما انت شايف كده. بتشده بواسطة ايه? ما هو بواسطة التندون ده? يعني العضلة اللي باللون الاحمر لما انقبطت. ازاي طلعت الدراع لفوق? عن طريق التندن او عن طريق الوطر? اللي ماسك في العظم بتاع الايه? بتاع الدراعه زي ما انت شايف? وخلى الدراع يتن. وعن طريق برضو انها متثبتة فوق اهم زي ما انت شايف كده في العظم بتاع الكتف. طيب. فلما نيجي نقرأ تعريف التندن بيقول لك والله التندن دول عبارة عن اه يعني ايه كلمة دي يعني زي ما تقول شريط. او حبل. ماشي? يعني مكونة من الياف. فهي زي ما تكون حبال كده مكونة من الياف. ماشي? مكونة من حاجة اسمها دينس كونكتف تيشو. هتاخد الكونكتف تيشو او هتاخد انواع التيشو بشكل عام في الهيستولوجي بالتفصيل. ولكن الدينس كونكتف تيشو دول او النسيج الضام. اه الكونكتف تيشو يعني النسيج الضام. ممكن تكون سمعت عنه وانت بتدرس الاحياء في سنوائي عبارة. ده احد انواع الانسيجة اللي موجودة في جسمنا وده نسيج طاو جدا. طاو جدا بيستحمل. تمام? فالتندون دو عبارة عن انسيجة اللي فيها طيب الانسيجة اللي فيها بتتكون من انهي نوع من التيشو او انهي نوع من الانسيجة لان الانسيجة انواع كتير. قالك بتتكون من النوع اللي اسمه دينس كونكتف تيشو. وده زي ما اتفقنا هتدرسه بالتفصيل في الهيستولوج. عندنا حاجة اسمها الدينس كونكتف تيشو. ده نوع من أنواع الأنسجة اللي موجودة في جسمك أو النوع ده منه بيتكون التندن أو بيتكون اللي باللون الأبيض ده اللي احنا إيه شاولنا عليه وتكلمنا عنه الحتة اللي بيتميز التندن علشان في حاجات كتيرة قوية ديكاترة بتتكون من أنسجة ليفية أو الحاجة اللي بيتميز التندن إنه هو بيربط العضلة زي ما هو واضح كده من الصورة مع العضمة أو أحيانا مع الكارتليجد هو الغضروف خلاص يبقى مهمته إنه هو بيكون نكت المصل بيربط العضلة توق البون مع العضمة أو أحيانا الكارتليج اللي هو الغضروف خلاص دي الحتة اللي مهمة قوي واللي بيتميز التندن يبقى لو أنا عايز أعرف التندن كده بكل بساطة ماشي تعريف كده بالبلد خالص هو عبارة عن شريط مكون من أليف ماشي أو حبل مكون من أليف مكون من تمام بيتميز إنه هو بيربط للعضلة بتاعتي مع العضم أو مع الغضروف اللي هي الكارتليج خلاص؟ وفي معلومة كده هو حتطالك يعني زيادة بيقولك إنها بتبقى Littlebee by sensory fibers يعني إيه Subled by sensory fibers Subled يعني تتغذى بواسطة sensory fibers يعني إيه sensory fibers؟ يعني أنسجة بص يا شباب الجهاز العصبي بتاعنا في منه أعصاب مسؤولة عنها الإحساس الأعصاب اللي بتنقل الإحساس دي ممكن نقول عليها sensory fibers أو الأعصاب الحسية أو الألياف الحسية ألياف بتنقل الإحساس فالتندون ده بيتغزة بسنسوري فايبرز ده معنى كلمة سابلاي باي سنسوري فايبرز يعني بيتغزة بأعصاب حسية طيب حضرتك الأعصاب الحسية دي جاية منين قالك ده بتاكستند فروم ذا مصل نيرفز يعني ايه هي مش العضلة بتاعتنا بتتغزة بأعصاب عشان تخليها تقدر تنقبض وتنبسط وغيره طيب ما الأعصاب اللي بتغزي العضلة دي بيطلع منها سنسوري فايبرز أو أعصاب حسية بالبلدي خالص كده بتغزي الوطر اللي انت شايفه قدامك أو التندون ده تمام؟ وفايدة دي أو تستدل من النقطة دي على أن انت لو واحد مثلا خبط خبطة جامدة في المنطقة مثلا بتاعت الكتف دي أو بتبان قوي في الرجل عارفين في الرجل؟ في الرجل في وطر اللي هو وطر أخيل اللي انتو خدتهه في سنوية عامة أو حتى لو مش خدتهه حسس على كعب رجلك كده من وراء هتلاقي وطر تخين كده أو الوطر ده لما بتخبط خبطة جامدة ممكن يورم وبيوجع الشخص طيب بيوجعه ليه دكتور؟ أصل التندون بيتميز أن هو بيتغزى بأعصاب حسية لما بيتخبط الخبطة الألم اللي بينتج عنها بيتنقل والشخص بيحس به تمام؟ طيب جميل جد يبقى احنا كده فهمنا التندون وفهمنا الفكرة بتاعته وفهمنا أن انت لو تخبطت في خبطة جامدة هتحس بألم شديد لأنه هو طبعا بيتغزى بأعصاب حسية أو بسنسوري فايبرز بتيجي من حضرتك؟ بتيجي من النيرف اللي بيغزي أو من العصب اللي بيغزي من العطل حلو الكلام؟ طيب جميل؟ تعالوا نخش بعد كده على النقطة اللي بعد كده ألا وهي مين؟ الليجامينتز طيب الليجامينتز لو عايزين نتكلم عنها بالبلدي خالص برضو هي إلى حد كبير تشبه التندون يعني ايه تشبه التندون يا دكتور؟ هو التندون ده أنا قلت لك عبارة عن إيه؟ مش قلت لك عبارة عن باند أو حبل بيتكون من بيتكون من أنسجة ليفية؟ آه طيب كذلك على فكرة برضو بيتكون من اهو زي ما انت شايف كده قال لا؟ يعني ده بيتكون من ده بيتكون من يعني الاتنين بيتكونوا من أنسجة ليفية؟ طيب أنا هفرق ما بينهم إزاي؟ كل اللي هعمله إن هبص أو الأنسجة اللي فيه أو الحبل اللي بيتكون من أنسجة ليفية ده بيربط لي إيه بإيه؟ لو كان بيربط لي زي ما احنا شفنا في التندون العضلة بعض ما بقول عليه تندون طيب لو بيربط لي عضمة ببعض لأ في الحالة دي بقول عليه ليجامنت فالليجامنت ده عبارة عن بتتميز إنها بتكون نيكت البون اللي هي العضم يعني ممكن تربط عضمة بعضمة أو إنها بتكون نيكت البون أهو يعني غضروف يبقى أنا لو عندي يعني عبارة عن بالبلد خالص حبل مكون من أنسجة ليفية أنسجة ليفية قوية والله لو بيربط لي ما بين عضمة وعضمة أو عضمة وغضروف في الحالة دي بقول عليه لجا منت طب لو كان بيربط لي ما بين عضلة وعضمة أو عضلة وغضروف في الحالة دي بقول عليه تندون والصورة اللي جايبها لك دي موضحة الموضوع بصورة جميلة جدا دلوقتي قادي دي عضلة اهو شايف مش هقول لك عليها وقيل لك مصر اللي باللونة الاحمر دي ودي عضمة اهو مش هقول لك عليها وقيل لك بون ودي عضمة مش هقول لك عليها وقيل لك بون بصوا كده اللي بتربط العضلة بالعضمة دي مشاور عليها وقايل تندون آه يا دكتور جميل أول كلام ده بصوا بقى اللي بتربط البون دي أو العظمة دي بالعظمة دي مشاور عليها وقايل لجامنت آه يبقى أنت كده فهمت الفكرة تمام؟ فالليجامنت والتندون شبه بعض كستركشور قوي متقاربين جدا من البعض لكن الفكرة ان التندون بيبقى مختص بربط العضلات بالعظم أو بالغضريف بينما الليجامنت بيبقى مختص أكتر بربط ايه أو هو مختص بربط العظم مع بعضه زي ما قايل لك هنا او ممكن يعني عظمة مع ظروف تمام طيب في حالة تانية للليجامنت موجودة في جسمنا ودي حالة خاصة كده شوي ايه هي الحالة ان هو بيقول لك انها ممكن تبقى عبارة عن او انسيناقات للبريتونية ايه هو البريتونية ده بالعرب اللي هو الغشاء البريتوني ايه الغشاء البريتوني ده ده عبارة كده عن غشاء كده موجود في الفسرة كلمة فسرة يعني الاحشاء الباطنية بطنك من الاخر عبارة عن غشاء موجود في بطنك بيغلف بيغلف اللي موجودة في بطنك بيغلف التراكيب او بيغلف الاعضاء اللي موجودة في بطنك زي مثلا الامعاء زي مثلا المعدة وغيره فالبريتونية او الغشاء البريتوني ده احيانا بيبقى فيه شوية انسيناقات ماشي؟ الانسيناقات او الفولدس دي بتقدر انها تربط لك الاعضاء اللي موجودة في بطنك مع بعضها البعض مثال بسيط انت عندك احد هزيه الفولدس المعدة مع الكولون او القولون. تمام? بنقول عليه كلمة دي الصفة بتاعة المعدة. يعني احنا لو محب نتكلم عن المعدة بنقول عليها دي الصفة او الاسم الحركة لها. ده الاسم الحركة للقولون. ما شايفة ده عبارة عن موجود في البطن كده. بيربط المعدة بيربط يعني ما بين المعدة وما بين القولون. احنا عارفين القولون ده احد اجزاء الامعاء اللي موجودة في بطن ده. خلاص? اه طبعا همش عايزين نخش في تفاصيل خالص? لان الكلام ده كله زي ما قلت لك انت هتدرسه بالتفصيل المملة على طول الميديولات اللي جاية. تمام? لكن انا بس الفكرة ان انت تبقى فاهم كل كلمة بتدل علي. لكتر ولا. تمام? طيب. طب احنا كده خلصنا كمان مين? تعالوا كده يا دكاتر بان نخش على الايه? اللي عليه الضور. اه لو هو ايه? ايه الريفي. ايه الريفي ده? او ايه حكاية الريفي ده. بص زي ما قلت لك اعرف المعلومة كده افهمها وبعدين نبقى ان يقرأ الكلام. طبعا دون زي ما احنا شايفين دي رجلين طبعا واحد وده احنا هنا بصين من تحت عليه. طبعا دون ميل او ذكر. ودون القضيب بتاعه. وديا المنطقة اللي هي موجودة تحت ما بين الرجلين. خلاص. المنطقة دي اه اللي موجودة ما بين الرجلين. فوق فتحة الشرج او فوق الاينس. الاينس اسمها فتحة الشرج. اه بيوجد كده سواء كان ميل او في ميل على فكرة. سواء كان راجل او ست. بيوجد كده لو حسست هتلاقي زي خط كده بسيط كده. او خط رفيع كده. ماشي? دون بنطلق عليه اسم الريفي. ايه الريفي دون? ده عبارة زي ما تقول كده عن ايه? عن خط بيتكون كده من انسجة ليفية بيربط اه متمثلين مع بعض. يعني ايه? يعني مثلا شايفين الجلد ده? والجلد ده? اه انا عايز اربطهم مع بعض. بسيطة اربطهم مع بعض هنا عن طريق خط. الخط دون بيتكون من الياف. وبنطلق على الخط ده اسم الريفي. بنطلق عليه اسم ايه دة كترة الريفي. لو عايزنا اقرب لك الموضوع خالص خالص خالص. اعتبر ان انت عندك قماشتين. عندك قماشتين. وعايزين نربط القماشة الاولى مع القماشة التانية. والله هجيب القماشة الاولى. تمام? وهجيب القماشة التانية جنبها. وهروح جاي مخيطهم بخياطة. خلاص? فالخياطة دي هتبقى بينامة ما بينهم. اهو شوفت الخياطة دي اعتبارها زي الريفي. احنا عايزين نربط الجلد ده مع الجلد ده. فعملنا خط كده ما بينهم. المنطقة اللي هيرتبطوا فيها. الخط اللي هيرتبطوا فيه. النقطة اللي هيرتبط فيها ايا كان. دي ممكن نقول عليها الايه الريفي. ماشي? اهو. فهو بيقولك الريفي ده عبارة عن يعني عبارة عن خط. اوف يونيون اوف يعني 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 التحال. يعني تراكيب متمثلة. زي هنا احنا مشايفين الجلد ده والجلد ده اهو. النقطة اللي هيرتبطوا فيها اللي هي دي اهو مشاور لك عليها وقال لك البرينية الريفي. البرينية العشان المنطقة اللي اسمها البرينية. اه. فهو عبارة عن خط او لي. بيجي من اليونيون يعني اتحاد. اللي هو تراكيب متمثلة. زي ما احنا شوفنا في الصورة دي. عن طريق طبعا فايبرس او تندينيوس باند. باند زي ما احنا اتفقنا زي حبل. الحبل ده ممكن يكون يعني متكون من الياف او تندينيوس. عامل زي التندون اللي احنا اتكلمنا عنه. والتندون كده كده برضو بيتكون من الياف بيتكون من فايبرس باند. احنا لسه ايه لنا? تمام? ويمديك مثال عليها حاجة اسمها البتريجو منديبيولار راف. انا جاب لك صورته طبعا هده. لما تفتح الفم بتاعك هتلاقي بصه. شايفين الخط ده ده كده? اه او الباند ده. ده اسمه راف. وي بيسموه البتريجو منديبيولار راف. ليه بيض دكتور بيطلقه عليه الاسم ده? لان الراف او اللاين اللي قدامك او الخط اللي قدامك دوا بيمسك من تحت كده او بيبقى تحت ريليتد لي عظمة اسمها عظمة المانديبول. ايه المانديبول? عظمة الفك السفلي. تمام? ومن فوق بيبقى ريليتد لحاجة اسمها البتريجويد آآ بلت. هتبقى تدرسه بالتفصيل ان شاء الله في مش علاقتنا دلوقتي. بس بيبقى ريليتد لي يعني. فقالك طيب هو من فوق ريليتد لبتريجويد آآ بلت. ومن تحت ريليتد ليه المانديبول. المانديبول دي اللي هي عظمة الفك السفلي. خلاص. احنا هنسميه البتريجو. بتريجو عشان البتريجويد بلت. مانديبيولار. وي اطلقنا عليه كلمة ريف لانه هو عبارة زي ما انت شايف كده عن خط. الخط ده بيتكون من او من انسجالي في. خلاص او من تنديني وسباند اللي هي برضو انسجالي في. زي ما تحب تقوله لانه اصلا التندن احنا لسه ايليه بيتكون برضو من الياف يعني التندن اهو. استقالين ها هم اتكلمين عنه. التندن ده في الاو في الاخر عبارة عن ايه? اصلا. عبارة عن انسجالي في. او حبل مكون من انسجالي في. بس لا اكتر ولا انا. طيب جميل جدا. ده كان مين? كان اريف. وقدي المثال بتاعه اهل هو زاكر ولك في الكتابة. طبعا انا جاي بالصورة دي للتوضيح لا اكتر ولا انا. لكن هي مش مزهورة عندك كمثال في الكتابة. طيب جميل. تعالوا نخش بعد كده على النقطة اللي عليها الدور. انا وهي ايه دكاترة? الابينيوروزوس. علشان نفهم الابينيوروزوس في مقدمة كده. اعايز اتكلم معاك فيها شوية. طبعا زي ما انت شايف دي عضلة اللي ايه عضلة موجودة في الجسم. اه. في اسكلية المصل. بتتميز ان ليها حاجة يا شباب اسمها origin وانسجن. يعني يا دكتور كلمة origin وانسجن دي. هقولك ببساطة. هي العضلة دي مش بتمسك من نحيتين. مسكة هي من فوق. ومسكة من تحت. اه. في ناحية من الناحيتين اللي بتبقى مسكة فيها بنطلق عليها اسم الانسجن. والناحية التانية بنطلق عليها اسم الانسجن. ديه القاعدة العامة. تمام ديه القاعدة العمة. ديه اسكلية المصل. يبقى العضلة بيبقى لها نحيتين العضلة بيبقى لها ايه نحيتين نحية بتمسك فيها والنحية التانية بتمسك فيها هو نحية بنسميها origin ونحية بنسميها insert تمام طيب يا دكتور احنا بنطلق لقب origin أو insertion على الانهي نحية يعني مثلا النحية دي هل اقول عليها origin ولا اقول عليها insertion طيب النحية دي اقول عليها origin ولا اقول عليها insertion والله يا بص القاعدة العامة ان احنا بنشوف العضلة بتتحرك ازاي وبناء على حركتها بنطلق لقب الورجين أو الانسرشن على المنطقة اللي بتمسك فيها بمعنى الورجين والانسرشن بينهم على لقب جميلة قوي بتقولك ايه؟ بتقولك ان في القاعدة العامة ان الانسرشن بيتحرك ناحية الورجين يعني ايه؟ هو العضلة اللي موجودة في دراعنا ديه ده كده لو انقبضت ايه اللي بيحصل؟ مش اللي بيحصل ان الساعد أو الدراع من تحت اوه بيقرب ناحية الكتف صح ولا غلط؟ لو انا قبضت ايدي ففي البيسيبس لما بتتحرك الساعد اللي هي المنطقة اللي تحت الكوع يعني بتقرب ناحية الكتف طيب انا دلوقتي العضلة دي مسكة في ناحية ايه؟ ناحية الساعد دي او المنطقة اللي تحت الكوع دي اهي والناحية التانية عند الكتف ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان منطقة الساعد هي اللي راحت ناحية الكتف وانا اقيل لك ان الورجين والانسرشن بينهم علاقة جميلة جدا ان الانسرشن بيروح ناحية الورجين ففي عضلة البيسيبس الحتة اللي فوق نقول عليها اورجين الحتة اللي تعجت نقول عليها انسرشل. تمام? طيب كل الكلام اللي انا بحكيه ده فايدته ايه? فايدته انا اقول لك الورجن والانسرشل غالبا زي ما احنا شايفين كده بيبقوا آآ بيبقوا عبارة عن ان العضلة بتمسك بواسطة التندون اللي احنا اتكلمنا عنه. سواء او انسرشن. زي ما loon الاحمر طالع منها الحاجات اللي باللون الابيض دي اللي هي اللي اتكلمنا عنه. علشان تمسك في العضل. تمام? علشان تمسك ايه? في العضل. آآ زي ما احنا اتفعنا لحتة لفوق اهي? دي الورجن ودي الفكرة ان العضلة بتروح تمسك عن طريق التندن في بتاعها او بتروح برده تمسك عن طريق تندن في بتاع طيب ده يا دكتور يعني يا كل ما احنا قلناده ايه علاقته بالأبنيوروزوس? علاقته بكل بساطة ان دي زي ما تكون تمام؟الأبنيارون زي ما تكون تمام؟ ولكن العريض شوية. احنا تدون زي ما احنا شايفين بيبقى عبارة عن خطة هو. زي ما يكون عامل زي الخط لان هنا آآ بيبقى زي ما انت شايف في صورة خطوط طولية زي ما انت شايف كده. اما زي ما هكتب لك التعريف بتبقى عبارة عن آآ ايه دي? يعني عاملة زي الصفحة بتاعرف انت الكراسة الصفحة بتاعتها صفحة الكراسة او ورقة الكراسة الواحدة بيسموها حتى انت لو بصت على الكراسة مسلا يقول لك تلاتين شيت. شيت دي زي ما تكون شبه الورقة. حاجة عريضة من الاخر. فالابنيوروزز شبه التندن. يعني ايه? يعني ممكن لقاها عند او بتاع العضلة عادي جدا. تمام? ولكن تختلف عن التندن ان هي ايه? تتميز انها عريضة شوية. تتميز انها ايه دا كاترة? عريضة شوية. خواص? بتبقى موجودة عند او بتاع العضلة. آآ بتساعدها طبعا انها تثبت آآ نفسها العضلة يعني في ايه من اللي ايه اللي حواليها. فازي ما انت شايف كده اهي دي شايف دي شايف ده التندن. شايف دي ده شايف ده شايف عريضة ازاي? عريضة ازاي ده كلها العرض بتاعها. انما التندن شايف رفيع. مش ايه. لكن دي بتبقى عريضة. عريضة. فهو الصفحة كده حاجة عريضة من اخر عاملة زي الورقة. خلاص? وكلمة دي يعني بتتكون من الياف. وفلات يعني رفيعة. او لها تعريف تاني ان احنا ممكن نقول على دي عبارة عن يعني ايه? يعني ممتدة يعني عريضة. احنا اتكلمنا عن التندن قبل كده. المفروض التندن زي ما انت شايف كده يبقى في صورة ايه خط? او مش خط? يعني حجر مفيعة. هي سميكة وقوية عاملة زي الحبل. شفت الحبل ايه? سميك وقوي. ويه آآ بالطول جاي بالطول. آآ انما ده التندن. انما بتبقى عاملة زي ورقة الكرنة زي ما اتفقنا بتبقى بالعرض. ماشي بتبقى عريضة. وهنشوف تلوقتي نموذج سريد دي هيوضح لك الدنيا خالص. بس الفكرة ان بتبقى عريضة. فهو بيقول لك ان دي احنا ممكن نعتبارها تندن بس مش تندن شبه الحبل بقى. لا تندن عريض شوي. اهو. يعني ممتد يعني عريض تندن. تمام? طبعا ايه آآ طبعا بيبقى اتاتش زي ما احنا اتفقنا ازاي وزي التندن برضو بيبقى مسك في المصل. خلاص? وبعدين اهو بيطلع يمسك في بقى التانية سواء من عند علشان يسبت العضلة اكتر واكتر في المنطقة بتاعته. اهو بيقول لك اهو يعني بيعمل كمين يعني وسيلة اهو في الفيات مصل. يعني بيعمل كوسيلة او او كحاجة كده اضافية علشان او علشان من الاخر عشان العضلة تمسك آآ في اللي حواليها وتثبت نفسها اكتر واكتر في المكان اللي هي فيه. بصوا كده معايا دا كاترة اهو دي عضلة اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام? وادي زي اهو زي ما انت شايف اللي باللون الابيض اللي ماسكها مع مين? مع الايه العضل. ماشي? شايفين نكبر كده? اهو. شايفين? اهو دي اهو يا دا كاترة العضلة من تحت. وادي شايفين دا? دا التندن بتاع اللي باللون الاصفر دا. شايفينه? طيب. التندن دا اهو زي ما انت شايف فيه منه اهو حتة زيادة. شايفين الطبقة الرئيئة اللي طلع دي? اه. دا هو دا الابنيوروس. حتة كده زي ما انت شايف عبارة عن آآ شيت. زي ما اتفعنا كلمة شيت يعني حاجة عريضة عاملة زي صفحة الكراسة كده. وفايبرس انها بتتكون من فايبرس تيشو او نانسجة ليفي. مس طلعة علشان تعمل انسي fulfilleds اللي حواليها عشان تقوي تقوي بتاع العضلة دي او المسكة بتاعة العضلة دي فالي حواليها وتثبتها في مكانها. في قادي دا كاترة تندن شايفوت الفارق من التندن والابنيرووس. الاثنين اهو زي ما انت شايف مرتبطين بالايه بالعضلة. مرتبطين بالعضلة. اهو شايفين دا التندن? وده اهو. دا التندن اهو. و اهو. والي اتنين مرتبطين بالعضلة? وبيتميزوا ان هما زي ما بيربطوا العضلة بي اللي حواليها طبعا التندون اهو زي ما انت شايف ماسك في العضم اهو بيربطوا العضلة بي اللي حواليها هو علشان يسبتوا العضلة دي في مكانها والعضلة تقدر تنقبض وتنبسط بسلاسة وبسهولة وتأدي وظيفتها على اكمل وجهة. يلا ده كادر نخش بقى على المصطلح اللي علي الدور اهلا وهو الريتناكيولم. الريتناكيولم دونتها بكل بساطة زي ما نقول كده حبل مكون من الالياف موجود عند منطقة المفاصل علشان يسبت الستراكيب المختلفة مع بعضها البعض. مسلا زي ما انت شايف كده ده المفصل اهو اللي موجود في رجلك بتاع الكعب اهو. ويقادي شايفين الباندي دي ده كترة? الفايبراس باندي دي. اه هي دي ريتناكيولم هي. فدي عبارة عن عبارة عن حبل مكون من الياف كويس يعني بيسبت المختلفة في اماكنها في لاننا طبعا في منطقة ده او في منطقة المفصل دي منطقة الدقاء عضمتين فاحنا مش عايزين ايه اي حاجة تزحلق من مكانها او تطلع من المكانها. فعندنا الارتناكيولم ده عبارة عن كده بيغلف المفصل اهو زي ما انت شايف علشان يحافظ على المختلفة في اماكنها. طيب جميل نخش بعد كده على المصطلح اللي عليه الدهور الا وهو الايه البيورسي 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 دي ببساطة شديدة جدا ممكن نقول عليها عبارة عن بالبلد خلص زي ما قلت لك انا مش كل ما عايز هناك انك بس تبقى عارف كل مصطلح بيدل على ايه. ده عبارة زي ما تقول كده عن الكيس ده مليان مليان بسائل خلاص ويه الكيس ده موجود عند منطقة المفصل علشان يسهل عملية الحركة ويقلل الاحتكاك والتأكل. مسلا ده ده كترة مفصل الكتف. شايفين كل اللي باللون الازرق ده اه يا دكتور هي دي البيورسي. طيب دي يم بتبقى عبارة عن كيس. الكيس ده مليان سائل مليان سائل ومتبطن من جوه على فكرة بيه سينوفيا الميمبرين او آآ آآ رشاء زلالي هو ده اللي بيفرز السائل تمام وظفته انه هو زي ما اتفقنا بيوجد زي ما انت شايف كده عند منطقة المف الواصل علشان يسهل عملية الحركة ويقلل الاحتكاك فهو بيقول لك عبارة عن كلمة يعني مبططة ماشي زي ما انت شايف كده مبططة كده وكلمة يعني مليانة سائل ماشي بتتكون من ايه حضرتك قالك ده بتتكون من السينوفيا الميمبرين ده اخدنا لما كنا بنتكلم عن السينوفيا الجوينتس لو تفتكروا فالسينوفيا الميمبرين ده يعني ليه القدرة ان هو يفرز السائل ده السائل اللي بيملى الكيسة دي طيب وظيفتك ايه حضرتك ان انا بعمل فاسيليتيت للموفمينت فاسيليتيت يعني يسهل الموفمينت اللي هي الحركة يعني بتقليل عن طريق تقليل الاحتكاك فبتخلي الدنيا اسهل عند المفاصل وقادي المثال عند حضرتك اهو تمام طيب اهو شايف مشاور لك اهو باسماءهم بقى المختلفة دي مسلا السب كوراكويت بيرسا عندك مسلا السب دلتويت بيرسا الاخر فكلهم اهو زي ما انت شايف اللي باللون الازرق دول كلهم ده الامثلة اللي موجودة عندك تمام طيب نخش بعد كده على المصطلح اللي على الدور حاجة اسمها شيث دي يعني حاجة بتغلف او غلاف كلمة يعني غلاف طيب وتندن شيث يبقى غلاف هيغلف التندن هو ايه التندن ده يا دكتور التندن ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده دوا الحتة اللي كانت بتمسك اه العضلة فيها عن طريق اه بتمسك العضلة العضلة اللي ما بتحب تمسك في العضمة بتمسك عن طريق التندن ده اهو كنا اخدناها في اول الدرس اهو اهو فاكرين التندن ده اهو لما كانت العضلة دي تمسك في العضمة دي عن طريق مين التندن تمام طيب دلوقتي انا بكلمك عن ايه اهو بكلمك عن بكلمك عن الساينوفيا التندن شيث يبقى بكلمك عن غلاف هيغلف مين التندن ده فمسلا على سبيل المثال شايفين يا دكترة ده تندن اهو لعضلة ماشي شايفين الحتة اللي علي دي اهو شايفين الشيث او الغلاف اللي علي ده اه يا دكتور اهو ده تندن شيث ده عبارة عن غلاف حوالين التندن ده تمام وبيتمايز ان هو بيكون فيه اه فليود يعني هو برضو ساك او او عامل زي الكيس ومليان فليود بس الفكرة ان هو حوالين التندن الفكرة ان هو فين حوالين التندن اهو بيقول لك ده التندن شيث ده عبارة عن واحدة واحدة كلمة كلمة يعني اي ساك يعني كيس عمل زي الكيس ماشي they objective يعني زي ما يكون طيوي الشبه القنبوبة كده ماشي عشان تعرفها عارف انت الشفاطة اللي بتجيبها دي شكلها فهو عبارة عن بيبقى طيول كده او شبه الشفطة يتماز ان هو يعني مليان بسائل زلالي. يعني مليان سائل. وصينوفيال دي صفة معناها زلالي. زلالي دي يعني شبه زلال البيضة. عارف انت البيضة لما بتكسرها وبتنزل من جواها الزلال اللي جواها هو ده. هو ده الزلال. تمام? فقدي كلمة بتبقى المسل اللي احنا قلنا عليها. تمام? طيب. وظيفتها ايه حضرتك? انها عن طريق انها بتقل عملية الاحتكاج. تمام? يبقى ما تنساش خلاص? وزي ما قلت لك انا اهم حاجة بس عندي تبقى فاهم الدنيا او كل مصطلح بس بيدل على ايه خلاص? تمام? طيب. نخش بعد كده على الفاشية. الفاشية ده كاترة الفاشية دي بتبقى عبارة عن ايه? الفاشية دي بتبقى عبارة بكل بساطة عن طبقة بتغلي في الجسم كله وبتبقى موجودة تحت الجلد. تمام? شايفين الصورة اللي قدامكو دي جميلة جدا? هنا المفروض كان الجلد يغلي في الجسم كله. انا شلت لك كل الجلد اللي على النص ده. وصلت لك الطبقة اللي باللون الابيض دي. ايه الطبقة دي يا دكتور? دي طبقة الفاشية. تمام? فالطبقة دي بتبقى موجودة الفاشية دي بتبقى موجودة تحت الجلد وبتغلب برضو الجسم كله. اهو. دون الجوز الاولاني من تعريف كلمة الفاشية بيقولك دي عبارة عن يبقى تتكون من الياف. وشيت دي يعني حاجة عريضة. ماشي? مش 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 حاجة اه زي ما تقول ايه طيولة كده. لأ حاجة عريضة. حاجة حاجة عريضة زي مسلا الصفحة او الورقة اه بتاعة الكراسة. فدي كلمة زي ما انت شايف كده طبقة هي. زي ما انت شايف عريضة هي مغطية الجسم كله. فهي عبارة عن يعني بتغطي البادي او الجسم يعني تحت الجلد. يبقى هي بتغطي الجسم كله من تحت الجلد. يبقى انا لو شلت الجلد زي ما انا شايف عملك في الصورة دي هلاقي تحته مباشرة موجود مين حضرتك? هلاقي موجود تحته الفشة. تمام? طيب. في ايه تاني معلومات عن الفشة? قال لك والله الفشة دي من الحاجات اللي بتميزها انها بتغلف العضلات. ماشي? مش العضلات دي موجودة تحت الجلد عندنا? اه. الفشة دي بتتميز انها بتغلف العضلات وهيبن لك الموضوع ده بالتفصيل موميل في ميديون مسكولوسكليتا. تمام? فهو بيكمل لك التعريف وبقول لك والله الفشة كمان بتتميز انها بتعمل يعني بتغلف او بتكسو اللي هي العضلات. طيب خلص خلصنا كده الفشة قال لك لا ده ليها خاصية كمان ايه يا عم كمان? قال لك هي الفشة دي مش عبارة عن اه او نقدر نقول عليها اه بتتكون من انسجة ليفية اه يا دكتور طبقة بتتكون من انسجة ليفية. وبتميز انها بتغلف الجسم كله اه ليها وظيفة جميلة جدا جدا جدا. ايه الوظيفة دي? انت لما بيحصل في جسمك عدوى لما بيحصل في جسمك عدوى. العدوى دي بتبقى عبارة عن بكتيريا دخلت جسمك. طيب البكتيريا دي لما بيهاجمها جهاز المناعة وبتحصل ما بينهم معركة شديدة جدا جدا. بيتكون او بينتج عن المعركة دي خسائر في صورة ما يعرف باسم البص. ايه البص ده? ده عبارة عن سائل البص اللي هو الصديد يا شباب. ده عبارة عن سائل. السائل ده بيبقى مليان خلايا ميتة ومليان بكتيريا من نتيجة المعركة الطاحنة اللي حصلت ما بين جهاز المناعة وما بين البكتيريا اللي غازت جسمك. طبعا البص ده لو انتشر في جسمك هتبقى مشكلة كبيرة. ليه? لان هو بيحتوى على خلايا ميتة وبيحتوى على بكتيريا. فكل ما هينتشر جوى جسمك كل ما هيعمل لك مشاكل اكتر واكتر وهيسمح بانتشار العدوى الاماكن اكتر واكتر. طيب مين اللي بيحميني من النقطة دي? قالك الفشة دي. شايف الفشة اللي بتغلف جسمك من جوة من تحت الجلد? الفشة دي بتحد وبتمنع انتشار الصديد ده. اهو بتقول لك بتعمل يعني بتحد من اللي هو انتشار اف البص او الصديد. يبقى انا لو حصل لي عدوى بكتيريا جوى جسمي. ماشي اي حاجة حصلت جوى جسم. مسلا جلل تهابري اوي. خلاص? بسبب بكتيريا معينة. اي حاجة حصلت عندي. المهم ان في بكتيريا عارفت تدخل جسمي. جهاز المناعة مش هيسبها في حالها. هيقوم يهاجمها. لما يهاجمها هيتكون نتيجة المعركة اللي بتحصل ما بينهم سائل يعرف باسم البص. البص ده بيحتوي على ايه? على بكتيريا وبيحتوي على خلايا ميتة من المعركة دي. خلاص بكل بساطة. طيب البص ده لو انتشر في الجسم هيعمل لي مشاكل? طبعا لان هو لو انتشر في الجسم بما يحتوي من خلايا ميتة وبكتيريا هيقعد بقى ينقل البكتيريا دي الاجزاء الجسم المختلفة ويساهم في انتشار العدوى. لكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم عمل لنا حاجة اسمها الفاشية. الفاشية دي بتحد وبتمنع من انتشار البص. كده وبس قال لك لأ. ايه كمان? قال لك انت عمرك سمعت عن واحد. اه بيقولوا عليه جاله نزيف داخلي. يعني نزيف داخلي. يعني وعاء دموي جوه الجسم بقى. ماشي? جوه الجسم. اتقطع وبدأ يصرب دم جوه الجسم. اه يا دكتور. طيب ده ما بيبانش عليه ليه? يعني ليه الواحد لو تعور مسلا بينزل دم طب اللي تعور وبدأ في دم ينزل جوه جسمه. ليه الدم ده ما بشوفوش مسلا ما بيطلعش بره جسمه. قال لك علشان الفشة اللي بتضغطي الجسم من كل حتة بتمنع تصرب اي سوائل من جوه الجسم البره. تمام? فبيقول لك اهو. بتمنع كمان بتليمت برضو بها بتليمت حاجتين. الحاجة الاولانية الحاجة التانية يعني اكسرا فازيتد فليود. يعني او سوائل. فليود يعني سوائل. واكسرا فازيتد يعني سابة الاوعية اللي بتمشي فيها وطلعت بره. ده معنى كلمة اكسرا فازيتد فليود. زي مين? زي اليورين? عارفيني اليورين او البول? ماشي ايه? اليورين او البول لو مسلا مسلا انفجرت ولا حاجة? لاي سبب من الاسباب والبول ده يعني نقول ايه انتشر في الجسم من جوه? مش هيباد. مش هيطلع علي من بره. يعني مش هلاقي الشخص اللي مسلا انت انفجرت دي عمال ينزل بول لأ. لان الفشية هتمنع انتشار الفليود ده بره الجسم. مش كده وبس. كمان البلد. البلد اللي هو الدم. زي ما قلنا واحد جاله نزيف داخلي. في وعاء دموي. من الاوعاء الدموية مسلا وليكن اللي بدأت زي عم الامعاء. اطقط على اي سبب من الاسباب. وبدأ ينزف جوه الجسم. طيب ليه الدم دول مش بيطلع بره الجسم? يعني ليه الشخص ده مسلا ملقوش كحة دمه مسلا. اولا ايه بيجي يا محمام في دم ينزل? لا. ليه? لان عندنا فشية الفشية دي محوطة الدم ده. الفشية دي محوطة الدم ده وبتمنع خروجه. وبتمنع ايه ده كترة? آآ خروج. يبقى احنا كده فهمنا الفشية بشكل عام. الفشية بكون لبساطة. لو نعايز اعبر عنها في كلمة واحدة بس دي عبارة عن طبقة. تحت الجلد بتغلي في الجسم. بس اش عايز اكتر من كده. تاني طبقة تحت الجلد بتغلي في الجسم وبتغلي في كمان العضلات. ماشي? بتحوط الجسم كله زي ما انت شايف كده في الصورة دي. طيب الفشية دي ده كترة بقى عبارة عن نوعين. ايه هم النوعين بتوعي الفشية? عندك حاجة اسمها السوبرفشية الفشية. وعندك حاجة اسمها الديب فشية. تاني عندنا مين السوبرفشية الفشية? وعندنا الديب فشية. والله قبل ما نقرأ اي كلام كل اللي انا عايزك تشوفه معايا موجود في الرسمة دي. بصوا ده كترة اول طبقة عندنا. الطبقة دي مكتوب عليها هو الاسكن. الاسكن اللي هو الجلد. وعلى فكرة الجلد دول آآ فيه طبقات بتكونوا رئيسية طبقة اللي فوق خالص او السطحية خالص اللي هي انت لو او بسط على ايدك دلوقتي او بسط على جلدك دلوقتي هتلاقيها طبقة اسمها الابي ديرميس. ودحتها طبقة اسمها الديرميس. ماشي يبقى الاسكن ده فيه طبقتين اساسيتين بيكونوه. طبقة اسمها الديرميس. طبقة اسمها الابي ديرميس. كلمة ايبي يعني فوق. كلمة ايبي يعني فوق. فاحنا عندنا طبقة اسمها ديرميس. والطبقة اللي فوقيها اسمها طبقة الابديرمس. فين طبقة الايبي درمس دي يا دكتور? دي انت ممكن تشوفها. اشوفها ازاي؟ بص على جلدك. الطبقة اللي انت شايفها. على جلدك هي طبقية الايبي درمس. وتحتها طبقة اسمها الدرمس. تمام? الطبقتين دول بيكونوا بصورة اساسية من الاسكن او الجلد. وتحت الجلد بيبقى فيه طبقة اه انت شايفها دي طبقة من الدهون. ماشي? اسمها الصب كوتينيوس فات. صب يعني تحت. كوتينيوس يعني جلد. فات يعني دهون. فاحنا بنقول الدهون اللي تحت الجلد فبنقول عليها الصب كوتينيوس فات اللي هي باللون الاصفر دي. تحت بقى طبقة الدهنية دي بتوجد السوبر فيشيا الفاشية. تمام? ما هي السوبر فيشيا الفاشية? الفاشية السطحية او الخارجي. لاننا عندنا النوع التاني اللي هو دي فاشية اللي هي الفاشية العميقة اللي موجودة تحت خالص. تمام? طيب. يبقى انا عندي الاسكن وتحتيه شوية نسيق دهني زي ما انت شايف كده. ثم بتظهر مين السوبرفشيا الفاشية. خلاص? طيب. بعد السوبرفشيا الفاشية بنلاقي طبقة دهنية تانية ظهرت اهو كلمة يعني نسيق برضو دهني بيتكون من فات بيتكون من دهون. وتحته بابدأ بقى الاقي الطبقة اللي باللون الازرق اللي انت شايفها قدامك دي اللي هي الديب فاشية. طبقة اللي باللون الازرق اللي انت شايفها قدامك دي هي الديب فاشية. اهو بقول لك ملتي لير استركتراكسيا اوف ذا ديف فاشية. يعني طبقات متعددة من الديب فاشية. بس الفقرة هنا شايف? الديب فاشية. وتحت الديب فاشية بتوجد الطبقة اللي بالابدأ الحمر دي اللي هي المصل او العضلة. خلاص? يبقى احنا دلوقتي شفنا السوفرفشيا الفاشية اهي. وشفنا كمان الديب فاشية اهي فوق العضلات يعتبر. اللي هي باللون الازرق دي. فلما بيكلمك عن السوبرفش الفاشية بيقول لك ايه? والله دي عبارة عن تمام? يعني يعني بتتكون من نسيق ضام. مش مهم او المعلومة. لكن مهم انها فين? خلي بالك من الحتة دي. خلي بالك من الكلمة. ايه الدرمس دول? احنا قلنا. الدرمس دول طبقة من الطبقات اللي بتكون او الجلد. الجلد او ده بيتكون من طبقتين. طبقة اسمها موجودة فوق. طبقة السطحية او النص الفؤاني منه. الطبقة بقى النص التحتاني اللي هي دي. اللي تحت هنسميها. يبقى عندنا طبقة فوق وعندنا طبقة تحت. لسكن بيتكون من ايه طبقتين رئيسياتين? الدرمس والابي درمس. هتناخد الكلام ده بالتفصيل في الهيستوروشي. طبقة مش عايزها انا عايز طبقة اللي هي تحت. فقال لك طبقة دي. اهي اللي هي تحت دي. وما بين الديب فاشية اللي هي دي. اللي باللون الازرق بتوجد مين السوبر فيش الفاشية. ديب فاشية برضو بيسميها الانفستينج فاشية كلمة يعني التي تحوط شيئا ما. كلمة دي يعني التي تكسو او تحوط شيئا ما. لان انا اتفقنا ان الفاشية كانت بتكسو او بتحوط العضلات. شايفين العضلة دي المصل دي? متغطية فوق بمين? بالطبقة اللي باللون الازرق دي. اللي هي الديب فاشية اللي احنا اتفقنا عليها. طيب بيقول لك اه هاز افاتي عندها فاتي يعني دهون يعني الدهون موجودة على طبقة السطحية شايفين? الفاتي دي. الفاتس اللي احنا اتكلمنا عنهم دي. اه يا دكتور شايف? الفاتس دي. طبقة دهنية دي اللي كانت تحت الجلد مباشرة انا تحتها الفاش زي ما انت شايف كده. ففي المنطقة دي بقى وبيوجد ايه? بيوجد الفاتس زي ما انت شايف اللي هي الدهون. وبيوجد اوعية دم اوعية بتبقى موجودة هنا بتغزي الجلد اوعية دموية. وشوية شوية عصاب شوية الليمفاتيكس. اللي هي الاوعية الليمفاوية. شوية غدد زي الغدد العرقية مسلا اللي بتفرز العرق. كل عبارة عن انت بتقرأ الكلام بس تفهمه. لا اكتر ولا مش عايز من اكتر من كده. افهم بس الكلام. خلاص? وليها كمان يعني بيبقى في تحتها كده طبقة آآ غشائية. كلمة يعني غشاء. او يعني اللي موجودة تحت. طبقة كده او غشاء موجود تحت كده بايه? بي ادعم مين السوبرفشة الفاشة دي. تمام? بس اهم حاجة تعرفها لي. النقطة المهمة بالنسبة لي ان السوبرفشة الفاشة دي. بتوجد ما بين زي ما انتا شايف. تحديدا طبقة وما بين مين الديب فاشة. خلاص? طيب. نخش على الديب فاشة بقى. دي فاهمش انا احتاج ان نتكلم عنها? اهي الديب فاشة اللي هي دي. طيب. بيقول لك عبارة عن الديب فاشة. والله الديب فاشة تتكون من وتتكون من انسي جالي في. بالتتميز انها يعني بتحوط العضلات. اهو شايفين? المصل اهي العضلة اهي. وفوقها بتوجد مين? الديب فاشة. تمام? and help support them. وبتساعد انها تدعمهم. خلاص? عن طريق انها يعني بتخدم يعني عبارة عن غشاء يعني مطاطي كغشاء مطاطي. اه بيحوط العضلة وبيحميها. او التشبيه التاني ده اللي عجبني خالص. اللي هو ايه ده? يعني شبه الجورب. شبه الشراب. عارف انت رجلك لما بتدخلها جوه الشراب? كذلك الامر. العضلة اندخلها جوه الفاشة. فالفاشة بتغطي زي ما انت شايف العضلة من فوق زي ما الشراب بيغط رجلك من فوق. وبيحميها. تمام? طيب. النقطة التانية انها بتساعد في عمل بتاع المصل. طب ازاي يا دكتور بتساعد في عمل بتاع المصل? احنا اخدنا والانسرشن وتكلمنا عنه من شوية. خلاص? وقلنا العضلة بتقدر تروح تعمل او في العضمة عن طريق اللي بيمسك ما بين العضلة والعضمة. طيب ازاي بقى الفاشة بتساعد في الموضوع دوان? احنا اتفقنا ان الفاشة خلاص بتغطي العضلة من فوق. الفكرة انها تاني يعني بتكون زي ما نقول كده الطبقات. الطبقات دي بتتميز انها ليفية. خلاص طبقات ايه? ليفية. آآ فور التندن. فاكرين الوطر. يبقى هي بتكون للتندن. او بتكون زي ما نقول طبقات ليفية للتندن اللي كان بيمسك للعضلة مع العضلة. الكلمة دي اللي هي ريت نوكلا دي فكت منها مش مهمة اوي. تمام? انا بقول لك الكلام ده كله اعرفه بس على سبيل المعرفة الاكتر ولا اقل. خلاص? آآ بيقول لك برضو عدي الفاشة انها يعني ممكن يحصل فيها عدوة آآ شهير جدا العدوة تيجي فيها. او عارفين المصل او العضلة دي ده كترة لو لاي سبب الاوعية ده موية اللي فيها آآ اتقطعت وبدأت تنزف. طيب الاوعية ده موية لما تيجي تنزف الدم ده عايز ينتشر. مين اللي هيمنعه من الانتشار? حضرتك الدي بفاشية دي اللي بتغطي العضلة وبتغلفها. هتقول له لو سمحت انا مغلفها العضلة. عاملة بالزبط كده عشان تفهمها اكتر. لو انا جيت على رجلك وانت لابس الشراب وروح تجاي. انت بس لا رح تجاي خابط آآ رجلك مسلا في الترابيزة. فرجلك بدأت تنزف دم. خلاص طيب الشراب علشان ما غط رجلك هيمنع عن الدم دول ايه? يطلع وينتشر في الصنة ويبهدل الدنيا. هو هيحتوي الدم ده. كذلك الفاشية او الديب فاشية اللي بتغلف طبعا الايه? العضلة. تمام يا ده كاترة? تعالوا كده يا ده كاترة علشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لكم وتفهموه اكتر واكتر خاصة في حتة الديب فاشية دي. السوبر فاشية الفاشية دي سهلة يضوبك تحت الاسكني يعتبر. لكن حور دي فاشية او ازاي بتغلف العضلة والكلام ده. انت محتاج تشوفه دي علشان مش تنسي خلاص ويثبت في اه في عقلك طيب. دلوقتي ايه دي الانسان قدامنا اهو. تعالوا بقى ايه? نكبر كده مسلا على منطقة الايه الصدر. انا هشيل الجلد ده. اهو. يلا نعمل له هايد نشيله. ويسيب لك تحت عضلة اسمها العضلة دي. تمام? طيب لما نكبر كده هنلاقي العضلة زي ما يكون عليها طبقة كده من برا. شايفين? طبقة دي. اللي انا عملتها باللون الاخضر دي. اه الطبقة دي هي الفاشية اللي بتغلف العضلة. الفاشية اللي بتغلف العضلة دي. بنقول عليها دي بفاشية. خلاص? شوفوا انا لما شيلها. لما عمل لها هايد. شفتوا العضلة بانت ازاي من تحتها? طيب تعالوا نرجع الفاشية تاني. اهو. شفتوا الفكرة? يبقى انت لما تشيل الجلد. ماشي? وتبص على العضلات. هتلاقي العضلة زي ما انت شايف كده بتبقى متغطية بفاشية. متغطية بفاشية. الفاشية دي عبارة عن ايه? انس جليفية. خلاص? الفاشية دي اهو. انا لو شلتها هلاقي العضلة تحتها مماشرة. فالفاشية دي بتبقى مغلفة للعضلة زي ما اتفقنا زي ما يكون واحد لبس شراب. خلاص? رجلك مغلفة بالشراب. تمام? اظن كده ان شاء الله تكون ايه? تكون مطحة. تعالوا بنا كترة نتكلم على اه نقطة اه جديدة عندنا الا وهي حاجة اسمها الاند ماركس و اه الفكرة. الفكرة دلوقتي لو انا عندي ستركيب معين او عندي تركيب معين انا عايز استدل عليه. قالك والشخص قدامك واقف تستدل عليه ازاي? بيقولك ان انت بيكون عندك زي علامات موجودة في جسمك او حتة معينة موجودة في جسمك. الحتة دي ممكن تتحس. و بدلالة الحتة دي انا بقدر احدد الاندرلاينج استركيب او التركيب اللي موجودة تحتها. يعني يا دكتور انا مش فاهم حاجة من الكلام ده. انا هديك مثال بسيط مثلا. انا دلوقتي لو جيت قلتلك انا عايز احدد القلب موجود فين بالظبط. هتقولي القلب موجود في صدري? طيب ايوة موجود في صدرك فين? او بتروح مثلا لاي دكتور بتاع قلب ويحب يسمع قلبك. بيحط السماعة على حتة معينة. الحتة دي هو عارف ان القلب موجود في الجزء ده من الصدر. عرف منين? قالك الفكرة ان هو بيحط ده بيحط ده على صدرك فبيحس عظمة القص. ماشي? او عظمة وبيحس الضلوع جنبه. بيعد الضلوع. خلاص? وهو بيبقى عارف مثلا ان القلب بين الضلع الفلاني والضلع الفلاني. فبيحط سماعته في الحتة دي. فهو بدلالة الاحساس اللي حسه بدلالة ان هو حسس على صدرك. ولمس الضلوع وعرف اماكنها وعرف يحددها كويس. عرف يستدل على مكان القلب بدقة. تمام? وبناء عليه. احنا احيانا بنستخدم ما يعرف باسم يعني التشريح من السطح الخاري. بنسميه اللي هو الشخص قدامي. انا لا هدب فيه مشروط ولا هفتح ولا اي حاجة ده. وهو قدامي. انا بايدي هدور على شوية او تراكيب معينة. احسها وبدلالتها هعرف استدل او بيها هعرف استدل على مع تانية. فهو بيقول لك في احنا عندنا يعني تراكيب محسوسة ممكن نحسها بايدي. زي عضمة الخص مسلا في السدر. زي عضمة الكلافيك المسلا. كل دي تراكيب محسوسة. او علامات ظاهرة او واضح. مسلا انا بقول لك ده في ايه? ده في معين او شريان معين ماشي وراودنك بالضبط. واتحرك الفكرة. قم طبعا ايه? يعني من على سطح الجسم من بر. وطبعا دي بتستخدم علشان بتاع العشان نعرف التراكيب بقى اللي تحتها. زي ما انا لسه شريح لك. لو انت مسلا رحت الدكتور قلب. وعلشان يكشف عليك. فبيحط السماعة على قلبك. طيب هو عارف من ان المنطقة دي فيها القلب. ببساطة حسس على سدرك. خلاص? ومسك الضلوع. وعدهم. وعد المسافات اللي مدهم. وعرف ان القلب مسلا بيمتد ما بين النقطة دي والنقطة دي. آآ مسلا بتاعت الهارت. جزء كده في الهارت. يحب يسمعه من عنده. موجود في مع علينا يعني. فهو عد الضلوع والله القلب معروف انه بيمتد ما بين الضلع الفلاني للضلع الفلاني. فهو حط سماعته فيه المنطقة دي. وبدأ يسمع. خلاص? بلاش? انت مسلا عندك شريان معين ماشي جنب الايه? ماشي جنب حنجرتك مسلا. فالحنجرة حاجة واضحة ومتشافة فالدكتور بيروح جايح حاطة ايده مباشرة على شأن يشوف مسلا البلسة او يشوف النبض فيه الشريان دوا. ماشي اللي هو ما علينا. وغيره بقى. فالفكرة ان هو استخدم الموضوع ده هنا. فيوضح لك طبعا بالمثال اللي هو ضربه لك. علشان يحدد الفقرات بتاعة العمود الفقري. طيب هي الفقرات دي مهمة يا دكتور طبعا مهمة جدا 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 خاصة لو انت آآ عايز تدي آآ او عايز تاخد عينة من السائل بتاع الموخ اللي هو السي اس اس اف هتوه تاخدوه في ميليور السينس. بيبقى مهم جدا في التحاليل. مفيد لو انت هتعمل عملية وغيره طبعا. طيب يا دكتور احنا بنحدد الفقرات ازاي? طبعا معروف فقرات العمود الفقري آآ اللي عددهم طبعا تلاتة وتلاتين فقرة. وبيتكونوا من مجموعات انت طبعا عارفها درستها بالتفصيل اللي هي مجموعة الفقرات الانوقية اللي هي السيرفايكل. ومجموعة الفقرات الصدرية اللي هي الثراسك والقطنية اللي هي اللمبر وغيره. طيب احنا مسلا لو عايزين نحدد الفقرة آآ العنقية رقم سابع. او عايزين نحدد الفقرة الصدرية اللي هي الثراسك في رتب الرقم تلاتة بنقول عليها تي تلاتة. تمام? اه تي علشان هي ثراسك. فاحنا بدي اخد تي من كلمة ثراسك. ونقول تي تلاتة. يبقى الفقرة اه رقم تلاتة في او في منطقة الصدر. مسلا عايزين الفقرة العنقية رقم خمسة. طيب كلمة عنقية يعني فاحنا بنقول سي خمسة. سي من كلمة ناخد اول حرف ونحط جنبه رقم الفقرة. طيب احنا عايزين نحدد ارقام البقرات. باستخدام هو طبعا هنا زي ما انت شايف كده جاب لك جدول جميل جدا في الكتاب. والجدول ده انا حطيت قصاده جدول للفهم. يعني ده الجدول اللي موجود في الكتاب انا اواخد الجدول ده بالنص من الكتاب بتاع القسم عامل. لكن ده ده للفهم. ده بيحدد لك الفقرات كلها اه. تمام? جاب لك معظم الفقرات. خلاص? لكن هنا جاب لك فقرات معينة. جاب لك السي سبعة. اللي هي الرقم سبعة. والتي تلاتة ثراسك رقم تلاتة. والتي سبعة ثراسك رقم سبعة اللي هي الصدرية رقم سبعة. والتي الساكرال رقم اتنين. تمام? طيب. هنحدد دول بقى ازاي? هنحدد الفقرات دي ازاي? اللي هو آآ زاكرهم عندي في الكتاب. بص. احنا هنقرأ الكلام وهوريك على النموذج الاسري دي علشان تفهم. لان هو مش موضح اول حتة دي. هو كاتب لك اسامي كده ومعتمد ان انت تسرح بخالك وتجيب ها لوحدك يعني. اول واحدة دي سهلة جدا. اللي هي سي سبعة. بيقول لك ده انت بتعرف تحديد السي سبعة عن طريق الفيرتبرا برومينتس. يعني الفيرتبرا برومينتس. هقول لك بصوتها شديدة جدا. انا عايزك توطي توطي آآ راسك خالص. وتبدأ تحس على ظهرك من ورها. هتلاقي زي ما يكون في بروز كده. اهو البروز ده البرومينتس بتاع السي سبعة. ماشي? فانت قالوا العيان لما يوطي خالص قدامك بيبدأ يظهر بروز كده في ظهر بس يوطر قدته خالص لتحت. تمام? زي ما يكون بيبص على حجل تحت. البروز ده دون البروز بتاع الفقر الرقم سي سبعة. فدي سهلة جدا. تمام? الباقي باقي هو اللي في شوية تفاصيل. علشان مش نطلق بط. احنا هناخد التلاتة دول مع بعض اللي هما الثراسك دول مع بعض. وبعدين هناخد اللي اتنين اللي فضلين اللي هي رقم اربعة والسكرة رقم اتنين. اه مع بعض. خلاص? هناخد التلاتة دول مع بعض. ونتفرج عليهم في النموذج اللي سري دي علشان نفهم الكلام اللي مكتوب قصادهم ده. وازاي نقدر نحدده. خلاص? وبعدين ناخد الاتنين دول. طيب بيقول لك والله اتي تلاتة او الثراسك في رقم تلاتة اللي هي الفقرة الصدرية رقم تلاتة. دي بتبقى موجودة. عند الميديا الاج بتاع السباين. اوف ذا. واسمها فضل. ودي غلطة طبعا في كتاب القسم. المفروض يكملك ويقول لك اوف ذا العظمة لها اسم. احد المناطق اللي موجودة في العظمة اسمها السباين. اسمها ايه? السباين هنشوفها دلوقتي ما تقلقوش. قدام السباين دي من الناحية الميديا. احنا خلاص فاهمين يعني ميديا ويعني الاتران. هنلاقي التي تلاتة. خلاص? او الثراسك فيرتبري رقم تلاتة. او الفقرة الصدرية رقم تلاتة. وطبعا عضمة لوح الكتف سهل جدا ان انا احسها على المريض او العين واحس عليها السباين. سهلة جدا. تمام? طيب. التي سبعة التي سبعة بتبقى عند من العظمة برضو اللي اسمها الاسكابيولا او عظمة لوح الكتف. يبقى عظمة لوح الكتف دي انا بستخدمها علشان احدد اتنين من الفقرات. التي تلاتة والتي سبعة. الفراسك فيرتبري رقم تلاتة والثراسك فيرتبري رقم سبعة. تمام? وعلى فكرة هو مختار الفقرات دي لان الفقرات دي بتبقى قصاد او تركيب سهل جدا انا حسها بايدي. من على العين من بره. وطبعا انا لو عرفت احدد مسلا تي سبعة اللي هي سراسك فيرتبري رقم سبعة. هتبقى الفقرة اللي فوقها مين? سراسك فيرتبري رقم ستة. طب الفقرة اللي تحتها مين? سراسك فيرتبري رقم تمانية. فبيبقى سهل. لو انا عرفت احدد فقرة معينة اعرف اعد بقى واحدد الفقرات التانية. بيبقى الموضوع سهل. فهو مختار مش مختار الارقام دي عشوائيا. ليه مسلا ما كتب ليش تي خمسة. ليه سراسك فيرتبري رقم خمسة. لان الاستدلال عليها من السيرفس اناتومي مش سهل. لكن التي سبعة سهل جدا. ولو عرفت احدد التي سبعة هعرف احدد بقى الفقرات. خلاص? فالتي تلاتة زي ما اتفقنا. بنبص على بتاع الاسكابيولة. بينما في التي سبعة بنبص على حاجة اسمها بتاع الانفيريور انجل بتاع الاسكابيولة وما تخافش خلاص هوريك دلوقتي انا موسيق سريدي ايه وضح لك الدنيا خاصة. تمام? طيب اتي اتناشر من عند اه بيقول لك ده اه اه او اللوور اه 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 يعني ايه شفت تجويه في الصدر او اخر حتة في تجويه في الصدر او الجزء السفلي من تجويه في الصدر. منه بتعرف تستدل على اتي اتناشر. طبعا انت مش هتفهم الكلام ده كله غير لو بصينا على النموذج الاسريدي. تعالوا نشوف التلات فقرات دول على النموذج الاسريدي سهل. بصوا كده مع عادة كاترة الفقرة دي الفقرة دي هي دي زي ما هو مواطح كده. تمام? هي دي. اه اللي هي تلاتة. والفقرة دي اهي. هي دي يا ده كاترة. التي سبعة. تمام? اهي. طيب. والفقرة دي اهي. لو مشاور عليها اللي هي دي. دي تعتبر التي اتناشر او رقم اتناشر. تمام? طيب. تعالوا واحدة واحدة كده نشوف التلات فقرات دول ونشوف ازاي احنا ممكن نحددها. اول واحدة اللي هي دي ده كاترة. اللي هي احنا قلنا بتبقى موجودة. ميديل. ميديل. ليه? بتاعت يا دكتور انا دماغي لفت مع بعضها. ايه اللي هي عضمة لوح الكاتف? اهي. دي عضمة لوح الكاتف او. طيب. احنا قلنا العضمة دي بتتقسم لمناطق. المنطقة اللي انت شايفها قدامك دي. الحتة اللي برزة دي. ودي سهل جدا تحسها بايدك. دي هي دي هي دي هي دي شايفين الحتة اللي طالعة ديها دا كاترة اهي. شايفين الجزء اللي طالع ده? اهو. دي الجزء ده من العضمة بنسميه بتاع مين? بتاع العضمة دي اللي هي عضمة الاسكابيولة او عضمة لوح الكاتف. بيقول لك اصاب بقى دوا بتوجد مين? بتوجد دي حضرتك اللي هي تمام? اللي هي الفقرة الصدرية رقم تلاتة. تمام? طيب. الفقرة الصدرية رقم سبعة اللي هي دي. قال لك دي بقى آآ سرق اللي هي دي. بتوجد فين? قال لك الفقرة الصدرية آآ رقم سبعة بتوجد اصاد الانفيريور انجل بتاعت عضمة الاسكابيولة. طيب هي فين الانفereور انجل بتاعت عضمة الاسكابيولة. هقول لك بverbs عضمة الاسكابيولة دي يا ده كاترة لو بسيطتوا عليها هتحسوها شبه المسلس. ماشيه? هتحسوها شبه المسلس. طيب. الزاوية التحتية اللي هي دي كلمة lightning يعني تحت وانجل يعني زاوية. الحتة اللي تحت منها دي بنقول عليها الانفيريور انجل. لانها زي ما تكون شبه الزاوية. في المسلس. لان عظمة الاسكابلة زي ما تكون شبه المسلس. وصاب بقى الانفيريور انجل دي بيوجد مين? بتوجد اهو الفقرة رقم آآ ثراسيك برتبرا رقم سبعة ايه. هو مش هور لك عليها ايه. خلاص? طيب جميل اول كلام. فاضل عندنا الثراسيك برتبرا رقم اتناشر اللي هو مش هور لك عليها. اللي هي دي يا دي كاترة. دي ثراسيك برتبرا رقم اتناشر. قال لك دي انت بتلاقيها عندي نهاية تجويف الصدر. هيبنلنا الكلام ده لما نبص من قدام. بصوا كده يا دي كاترة شايفين? هي دي الفقرة رقم اتناشر. الصدر هو دون تجويف الصدر بتاعك ودي العظمة اللي احنا عارفنا ده هي عظمة القصة اللي بتوجد فيه منتصف الجسم. ممام? بصوا كده بقى الفقرة رقم اتناشر. اهي شايفينها? حددها كده. اهي هي دي الفقرة رقم اتناشر. نحددها كده. شايفين? ده تجويف الصدر اهو. ودي عظمة القص. دي عظمة ايه القص? او عظمة الاسترناك. شايفين الفقرة زي ما تكون تحتها بس بصوا. شايفين? شايفين الفراغ اللي ما بينهم ده تعالوا كده حتى نحط اهو اشان تبقى بقى هنا احسن. ونعمل دي هايت. نعمل دي كمان هايت. اهو شايفين يا ده كترة? ادي عظمة القص وده تجويف الصدر. شايفين? شايفين الفقرة دي? هي دي الفقرة رقم اتناشر. في نهاية تجويف الصدر. ده كده المنطقة دي كلها كده ده تجويف الصدر. وهي موجودة تحت خالص في نهاية تجويف الصدر. تمام? بتبقى مرتبطة زي ما انت شايف كده اهو بالضلع اللي جنبك ده اللي هو الضلوع العائمة اللي خبتوها في سرعوية عامة اللي هو الضلع رقم اتناشر. انت ممكن من ان تحديد الضلع الاخير اللي هو الضلع رقم اتناشر بيبقى رابط او ماسك في مين? في الفقرة. تمام? لكن هو كتب لك في الكتاب في نهاية تجويف الصدر. ادي تجويف الصدر اهو قدامك. و ادي الجزء التحتاني منه هي موجودة فيه. تمام يا ده كترة? فاضل عندنا يا ده كترة ال الاربعة اللي هي اللامبر برتبرا رقم اربعة اللي هي القطنية. مش عايزك بقى تتعاود على العرب بقى من هنا ورايح انا عايزك تتعاود على الانجليز. خلاص الرقم اربعة احنا طبعا خلصنا دول و عندنا وهنبدأ بقى في الرقم اربعة وفي الرقم اتنين. والسكرر الرقم دي بيبقى عبارة عن فقرات لحمة بعضها. تمام? طيب قال لك ال 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 اربعة دي بتعرف تحددها لانها بتبقى عند دي هنشوفها دلوقتي وهنفهمها. اما ال اس اتنين بتبقى عند البستيريور سوبيريور اليك سباين. بستيريور ايه? واخد بالك من حاجة ودي يبقى انا من غير ما اتكلم الاتنين دول سواء الاربعة او الاس اتنين بستخدم فيهم عظمة واحدة بس اسمها عظمة العظمة دي انا بستخدمها علشان احدد من الاربعة والاس اتنين طيب احنا اتفقنا ان كل عظمة بتتكون من مناطق وكل منطقة لها اسم زي ما شفنا عظمة الاسكابيولا او عظمة لوح الكاتف شفنا فيها الحتة اللي تحت اللي سميناها الانفيريور انجل بتاع الاسكابيولا تمام وشفنا فيها الحتة بتاعت الاسباين بتاعتها الاسباين دي الاسباين كلنا بنستخدمها عشان نحدد تي تلاتة والانفيريور انجل عشان نحدد تي سبعة تمام دلوقتي بقى احنا هنستخدم العظمة لسواء الاليام دي هنشوف فيها الكريست بتاعتها وهنشوف وباستخدام الاتنين دول هقدر احدد الفقرة الاربعة والفقرة اس اتنين. تعالوا نشوف الكلام ده على النموذج الاسري دي. اهو بصوا يا ده كاترة احنا كده بصينا على الشخص من ورا. وقادل عمود الفقري اهو. تمام? ودي العظمة الكبيرة دي عظمة الحوض. تمام? العظمة الكبيرة دي عظمة الحوض بس هتستخدم تتكون من كزا جزء. الجزء اللي باللون الاخضر اللي قدامك دي. ده الجزء اللي اسمه في جزء تاني اهو. اللي هو اسمه والجزء التالت اهو. اللي هو احنا مش عايزين غير جزء مين? جزء طيب الايليم دوا احنا قلنا في منطقتين باستخدام المنطقتين دول انا هحدد الفقرتين بتوعي. ال ال اربعة او رقم اربعة اللي هي الفقرة القطنية رقم اربعة. اه هحددها برضو باستخدام العظمة الايليم. قال لك احنا حددنا ال ال اربعة عن طريق حاجة اسمها ايه الايليا اكريست? ايه الايليا الكريست? شايفين الحتة اللي طلع辬ه ده debated جزء الخارجي ده只有 حتة دي اه هي دي الكريست بتاعت الايليا. هي دي الايليا الكريست. وصاد الايليا الكريست زى ما انت شايف توجد الفقرة دي. مين الفقرة دي? هي دي الايل اربعة. او الفورت لومبر فرتيبري. هي دي مين? l اربعة او الفورت لومبر فرتيبري. تمام? طيب. اه بالنسبة بقى لي ال اس اتنين او الساكر رقم اتنين? انا قلت لك السكرة الفرتبري بتبقى عبارة عن كزا فقرة لحمين كلهم في بعض. تمام? تعالوا كده انشيل بس الجزء الغضروفي ده. شايفين كم فقرة اللي لحمين كلهم في بعض دول? دولك على فكرة كزا فقرة. تمام? ودي عضمة بنسميها عضمة السكرة. تتكون من السكرة الفرتبري. خلاص? فباختصار شديد باللون برضو الدخول في تفاصيل. احنا عندنا هنا كزا فقرة لحمين في بعض. مش مفصولين زي فقرات العامودي الفقر. طيب يا دكتور دي موجودة فين? او بعرفها ازاي? طبعا كل فقرة الفقرات اللي لحمين في بعض دول زي ما انت شايف لها نتوء او بروز اللي هو بتاعتها. ازاي يا دكتور الكلام ده بصوا كدا لما نبص من الجانب? شايفين يا دة estéكاترة البروز ده? طيب شايفين البروز ده? شايفين البروز ده? اه يا دكتور شايفين البروز ده? كل بروز من البروزات دي يعبر عن فقرة. تمام? لان اي فقرة وليكن مسلا بصوا كده الفقرة دي مسلا. الفقرة دي اهي. شايفين الفقرة دي? اهي. لها البروز ده. شايفينه? اهو. نبص من الجنب كده اهو. شايفين اده كترة ده بروز. طب الفقرة دي لها البروز ده. طب الفقرة دي لها البروز ده. فكل فقرة من ورا كده بيبقى لها بروز او حتة طلعة منها زي ما انت شايف كده. تمام? البروز او الحتة تطلعة دي بنسميها خلاص? طيب ادي الفقرات اهي بتاعة عظمة وزي ما اتفقنا العظمة دي بتتكون من كزا فقرة لحمين كلهم في بعض. خلاص? فالفقرات بقى انا هستدل عليهم ازاي ببساطة شايف انه تؤدي واحد ادي التاني ادي التالت وهكزا انه تؤدي كل واحد يدل على فقرة من الفقرات. خلاص? طيب وبدو ندخل في تفاصيل فين بقى? والله بستيريور يبقى انا ببص من وره وفعلا انا هنا بصص من وره كلمة يعني خالف. يبقى اللي موجود فوق. يبقى متعلق بعضمة اللي هي العضمة دي. وكلمة يعني آآ زي ما تقول شوكة او حتة بارزة كده لقدام. بصوا اده كاترة الجزء ده شايفين الحتة دي بصوا شايفين الحتة دي الجزء ده هو دون عشان موجود وره. لان هو اللي موجود فوق. خلاص لان في واحد تاني موجود تحت. آآ عشان متعلق بعضمة لانه حتة بارزة كده من العضمة من وره. فدون وده انا ممكن احسه على فكرة اصاده بتوجد الايه الاس اتنين او الفقرة رقم اتنين. الساكرة رقم اتنين. تمام? وطبعا احنا انا مش هنعرف نيه ميزة لان الفقرات زي مولنا لحمين في بعض. بس الاس اتنين بتبقى اصادها. يبقى اصادها مباشرة بلاقي مين? الاس اتنين. خلاص? وبحس النتوك بتاع الاس اتنين. الاس اتنين النتوك بتاعها انا اقدر حسه. تمام? وبس كده ده كده. دي كانت اخر حاجة موجودة عندنا ان احنا نعرف نحدد السيرفز قناته بتاع الفقرات. وزي ما احنا قلنا الجزء الاخير ده افهمه اكتر ما تحفظه. تمام? بس آآ لازم تبقى عارفه عشان ممكن نسألك في في امتحان عادي جدا. وكده ده كاترة بفضل الله احنا خلصنا النصري. وربنا اوفاكم ان شاء الله.